السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه؟ معكم حسنا عبد العزيز والنهاردة يا جماعة احنا مع بعض بقى لسا مكملين في مخليلات رمضان هعمل الجذر والخيار زي ما انت شايفين بسم الله ما شاء الله شاكلهم حلوة قد ايه كمان طعمهم بيبقوا مظبوط بمقادير اللي بقولكوا عليها دي بسم الله ما شاء الله هتجربوا وتقولوا لي اول حاجة بعملها انا بجيب الخيار برسه في البرتمان بالشكل ده تجيبي بقى الخيار اللي هو الحجم اللي انا شغالة منه ده او تجيبي كمان الحجم الاصغر من كده بيبقى حلو لو انت هتخليلي الخيار صحيح بيبقى اجمل طبعا الخيار بقى وهو صحيح كده بتطلعي طبعا تقطعي بقى كده لما نيجي مع بعض ان شاء الله نعمل طبق الترشي بقى البلدي بالدقة الحمرة بتاعته باذن الله كده لما جافت على المخليلات دي واعمل الطبق ده معاكم باذن الله هيعجبكوا قوي هيبقى طحفة كده برصيت بس الخيار كده احط كم فص توم لو مش حابة تحطي توم بلاش وكم ورقة لورة كده بتبقى مدى حافظة برضو وقعدين كرفس يبتدي بقى انزل بالمحلول الملحي طبعا هفكركم تاني بالمحلول الملحي ده لو اول مرة حد يشوف الفيديو يعني ما شافش الحلقات اللي قابل كده انا بجيب ميا بغليها على النار كويس قوي تغلي تماما عشان خاطر بس الميا تبقى معقمة بعد كده بسيو الميا دي تبرد على الاخر ما بشتغلش ابدا على المخلل وهي سخنة بعد ما الميا تبرد ابتدي بقى احط المقادير بتاعت الملح والخل وسكر والسكر لازمينتو في المخللات يا جماعة بنحط نسبة بسيطة جدا بحيث تحافظ على الارمشة بتاعت المخللات بجيب طبعا كل لتر ميا بحط عليه من معلقتين لتلاتة ملح معلقتين لتلاتة ملح وكبار والخل برضو نفس النظام من معلقتين لتلاتة كبار خل كل لتر ممكن اللتر الميا بحط عليه معلقة سكر صغيرة قوي دي كده مقادير اللتر وهكتبها لكو برضو في صندوق الوصف شايفين يا دو بغطات البرطمان كده بكس نضيف وقفلت بغطة محكم ورجيته بس شوية كده ونبدأ دلوقتي ان شاء الله نشتغل في الجزر يعني شايفين سهل قد ايه ما فيش شغل جامد قوي فيه هبتدي بقى اعمل الجزر وطبعا هستعين بصديق بقى تعال يا يوسف قطع بقى معايا وكده اقشر بقى الجزر كويس ويوسف طبعا عمالي قطع للجزر بقى بالقطع اليادي عشان يبقى الجزرية مشرشرة كده وشكلها حل يدب بس انت بتقشر الجزرية بتقطعها نصين بالطول كده وقطع التقطيع اللي يعني اللي تريحك الحاجة اللي انت تحب بها وبعد ما قطعناها برضو بالشكل الجميل اللي انتو شايفينه ده يدب برضو هحط عليه المحلول الملحي مش هحط عليه اكتر من كده خالص مش محتاج اضافات يعني الجزر مفيش مش هحط لك رفس ولا هحط اي حاجة يعني حاجة في منتهى البساطة اهيه كمان حاجة بتعملها باديكيو بتبقى نظيفة وجميلة وضمناها وانا كده عملت شوية مخلات حلوة في رمضان ده انا كمان يعني ساعات كنت بعمل مخلات اكتر من كده بس للأسف زي ما انتو عارفين الحظر وما فيش نزول يعني قليل جدا ان الواحد بينزل حاجات كتيرة عايز اجيبها والله ومش عارف انزل اشتريها فالواحد متفائل برضو يعني بإذن الله يخش علينا رمضان بالفرح وبالخير يا رب بعد محطات المحلول الملحي كده هبتدي اضب بس لو فيه اي حاجة على الوش مكان تقطيع بس الجزر وكده اي رغوة على الوش او حاجة هشيلها عشان بس برضو المخلات بتاعتي تبقى ريئة كده وحلوة ويا دوب بس برضو هغطيب كيس نضيف جدا كيس اللي هو الكيس الغذائي بتاع السندوشات ده لو عايز تغطيب الستريتش تمام حلو قوي وبتقفل كويس كالمعتد يعني اللي انا بعمل لها طب احب بقص حرف الكيس كده عشان بس يبقى شكله على البرطمان شكل الكيس يبقى شكله حلو بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده ما شاء الله سهله وبسيط وسريع جدا وبرضو حتى في التسوية مش هياخد وقت يعني يوم من 3 هالسي في واطلع منه انا عمل مخلياته وبقى لي كم يوم عمله بنزلك في المخليات يلا خيارة عندي مثال استواكد بقى لي حوالي 3 ايام اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة